اشتركوا في القناة حملة الترحيل القسري تتصاعد في وقت تصم الأحزاب السياسية المؤيدة للعدوان أذنيها ولم يصدر عنها أي موقف باستثناء الأحزاب الوطنية وبعض مواقف خجولة لا ترقى لأن تسمى مواقف في ظل ما يحدث من عبث واستفزاز وعدوان ومؤامرات تتربص بوحدة اليمن ويحرص النظام السعودي منذ بدء عدوانه على اليمن على خلط الأوراق ومحاولة إشعال الحرب الأهلية وتفتيت النسيج الاجتماعي وتمزيق اللحمة اليمنية وتتجلى فصول المؤامرة في محاولة استهداف وحدة اليمنيين وتجزئة بلدهم وإحداث شرخا عميق بين أبناء الشعب مسرحية هزلية منفذيها عملاء العدوان السعودي في مدينة عدن وأبطالها سلطة الفارى المستقيل هادي وحكومتها المقيمة في الرياضة التي لم تترك وسيلة إلا واستخدمتها للانتقام من الشعب بتنفيذ مخططات العدو وبيع الأوطان والتنازل عن وحدة اليمن وتدمير مقدرات الوطن وفيما تتزايد فصول المؤامرة الكبرى على اليمن تتضح أهداف اللعبة التي تديرها السعودية والعائلة الحاكمة فيها يوما وراء آخر في تكريس الفوضى ودعم وإذكاء الصراعات بين اليمنيين ومحاولة الذهاب بالبلاد نحو النفق المظلم وقد تجلت أبعاد المخطط في هذه الحملة واستمرار عمليات التحشيد العسكري الأجنبي إلى المحافظات الجنوبية